وإلى الحديدة حيث تواصل ميليشيات الحوثي هناك خروقاتها لوقف إطلاق النار في المدينة وريفها مستهدفة من المناطق السكنية ومواقع القوات المشتركة مصدر في الإعلام العسكرية التابعة للقوات المشتركة أكد تسجيل عدد من خروقات وقف إطلاق النار في الحديدة المصدر أكد أن الميليشيات أطلقت وابلا من الصواريخ الكاتيوشا على المناطق السكنية ومواقع القوات المشتركة في منطقة الدريهمي كما أن خروقات الميليشيات امتدت إلى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقه وكان ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة آخرون من أسرة واحدة جراء قذيفة للحوثيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيطة جنوبية الحديدة